موسيقى 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 منحييكم مشاهدي ومستمعي صوت لبنان تحييي لكم وينما كنتوا عم بتشاهدونا وتسمعونا بلبنان ومختلف أنحاء العالم منطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامجي كلينيك العيادة والطبيب بتصرفكن أصدقائي المتابعين من خلال استشاراتكن المباشرة على الهواء توني هيكل بحييكم وفريق العمل طبعا موضوع طب جديد من التناول وفي حلقتنا اليوم رح نحكي عن جراحة البدينة شو هي البدينة؟ شو طرق علاجها؟ هل ممكن تجنب الجراحة؟ هل من مخاطر تخيم على المريض أثناء عملية الجراحة؟ الوقاية ما قبل وما بعد الجراحة؟ كل هالتفاصيل رح نحكي عنا اليوم مع ضيفنا الاختصاصة بالجراحة العامة والمنظار والبدينة الدكتور جهاد بطرس أهلا وسهلا فيك عبر هواء صوت لبنان تحية لألك استيس توني تحية لإكيب العمل كله تحية للمشاهدين مثل ما قلت من لبنان ومن كل أنحاء العالم أهلا وسهلا فيك بداية بطلب من كل المتابعين يلي بحب يستشير دكتور جهاد بطرس حول البدينة فيه يتصل فينا مباشرة على الهواء أو تتصل مباشرة على الهواء على 01325555 أو فيكن تبعته رسائل صوتية ومكتوبة وتتصله على رقم الواتساب وهو 76611001 إذن الرسائل الصوتية والمكتوبة والاتصالات عم نتلقاها أيضا على خدمة الواتساب والرقم هو 76611001 دكتور جهاد بطرس بداية شو هي البدينة؟ يعني قامتا بعرف أنه أنا يعني مصاب بالبدينة مش نصاحة عادية ما بتستلزم التوجه إلى الطبيب للعلاج أول شيء تعريف البدينة هو بيعتمد معيار عالمي موحد اسمه البي أم آي أو كسافة الجسم هيدا المعيار مرتبط بالوزن أكيد ومرتبط بطول جسم الإنسان نقول إنه الإنسان عنده بدينة في عدة مراحل أول شيء عنا البدينة الدرجة الأولى اللي هي بس يكون المعيار بين 30 و 35 عنا البدينة درجة تانية بيكون البي أم آي بين 35 و 40 والبدينة المفرطة أو المرضية لما بيتعدى هيدا البي أم آي الأربعين أو لما البدينة بتكون متصاحبة مع أمراض مرتبطة بالبدينة مثل السكري مثل الضغط كوليستيرول ديق النفس باللال أمراض المفاصل هيدا كلها إذا مرتبطة بالبدينة بتصير هون البدينة مرضية هيدا المعيار إذا تكملين نهونا على المشاهدين كيف منحسبه؟ منحسب الوزن ونقسمه على مربع الطول يعني إذا الواحد مثلا وزنه 100 كيلو وطوله متر و 70 ومنعمل 100 ع متر و 70 أنا متر و 75 بدك تحسبه إذا معك كاركاتري وزن 93 93 مفروض تكون أنت تحت 30 يعني مفروض يكون هكي حسبيا مفروض يكون بي أم آي طبعت بال 26 و 27 اللي هو بيعتبر نورمال قريب من النورمال النورمال هو بين 18 و 25 بس مبلش نحكي ببدينة بس يقطع لـ 30 يعني لو واحد متر و 75 لازم يكون فوق التسعين بيصير بيصير بمآي طبعه 30 مبلش نحكي هون ببدينة في كتير حالات نسمع دكتور بتقول أنا أوكي بدينة بس هيدا مانه فات أنا جسمي بيعب ماي لا هيدا مانه كتير مرتب يعني المعيار اللي بدينة قلت لك هو الوزن عالطول إن كان مي ولا إن كان شحم ولا شو ما كان في معيار لازم نضل ما نتخطي اللي هو الثلاثين يعني لو معبه مي إذا كان البي أم آي طبعه فوق الثلاثين إلا إذا إاخد شي دوى مخلى هالمي يحبس بجسمه على فترة زمنية قصيرة يوم يومين أسبوع بيرجع بيروحهم ما مشكلة بس إذا واحد وزنه على طول البي أم آي طبعه فوق الثلاثين هذا ما يمكن ما منسمي تحقين ماء هذا صار بداني يعني ما بقى فينا نحط الحق على الماء أو شي تاني ممكن تكون البداني يعني نصاحة الجسم عامل ويراتي أكيد أحد المسببات أحد المسببات إن عنا العامل ويراتي كنا رح نحكي هلأ شوين مسببات البدانية نشوف أطفال يعني أكيد أطفال من عمر الخمس ست سنين ببليش يبين عليهم أكيد هيدا في عامل ويراتي في عامل معيشة واحد كيف عيش وبياكل دبيت الحرات نظام الغذائي نظام الغذائي وقده بيعمل سبور كمان هيدا عامل زيادة بس العامل ويراتي هو عامل أساسي بالبداني هل من سبل وقاية معينة تقول لنظام غذائي مثلا هل طريق الأمثل لمن نصاب بالبداني؟ أكيد خاصة إذا في عامل ويراتي هذا الشخص الذي يكون عنده عامل ويراتي نصاحة طريقة علاجه تختلف عنه هو يتعذب أكثر من غيره إن كان من بعد العلاج أو حتى بالوقاية جسمه بينصح بيتلاقي ناس جسمه بينصح أسرع من ناس مع أنه بتاكل أقل من ناس تاني وهذا شي مظبوط لأنه في العامل ويراتي بيلعب دور وبالآخر في عندك نسبة كالوري جسم بده يحرقه بالآخر هي عملية حسابية أنا إذا جسمي بيحرق ألفين كالوري وبيكل خمس تاريف كالوري بده أنصح ما في مجال إذا جسمي بيحرق ألفين وبيكل ألفين وخمسمية وبعمل سبور بشيل خمسمية أو الحركة اليومية بتشلي ألف بحافظ لذلك الوقاية أهم شيء واحد يعرف حلو نظام الغذائي طابعه الحركة طابعه إذا بيعمل سبور إذا بيعمل إكزرسيس هاودي بيخلوه يحرق كالوريز وشو عم بيأكل إذا عم بيأخد كالوريز بده يضال فيه بالانس عطول بده يضال فيه ميزين متكافئ بين شو عم بحرق وشو عم بيأكل مشاناك إذا بدي أكل أكتر بدي أخد كالوري أكتر لازم بالمقابل أعمل سبور أكتر تأحرق هذه الكالوريز تشتغل متابوليزم كمان بشكل أسرع متابوليزم اللي بيجي من وراء السبور والإكزرسيس بيعليل متابوليزم للجسم بيعليل حريق تبع الجسم وفيه أدوية كمان بياخدوها للناس كلمان اللي يعلون الميتابوليزم بس أكيد إذا بنقدر نتوقعها بالطرق الصحية البلاء الأدوية بيكون أحسن البدينة وين بتكون أخطر عند الفئات العمرية؟ بكل الفئات العمرية خطرة بس الخطورتها أكتر لما بتصير تعمل مشاكل صحية البدينة بيحد زيتها كبدينة إذا بنناخدها تجميليا هي بشعة بس هي البدينة بلنا نشوف لشو قدت لأمراض البدينة بالشكل إن بتشوف زلمي ناصح بس نحنا بالطب بنعرف أن هيدا الزلمي الناصح أو البدين رح يكون عنده شحم على الكبد رح يكون عنده تشحمات بشريين رح يكون عنده شحم على الكلاوي على الرواية رح يعمل سكري رح تقدي هالشيه للسكري رح يعمل ضغط رح يصير عنده تجلطات أكتر هون خطورة البدينة لك أكيد إذا واحد ناصح وكان شاب ولد رح يكون خطورتها أقل من واحد ناصح عمره خمسين سنة ستين سنة لأنه ببلش الصحة تتدهور بهذا العمر بلا البدينة كيف إذا واحد كمان بدين لك الجسم العمر الأصغر بيتحمل البدينة أكتر من العمر الأكبر الخطر هو أنه لما تطول هالبدينة إذا واحد بلش منهو صغير ناصح وكمل ناصح بيتراكم هالدهنه بيصير أصعب الحل طريقة الحل عنده بيصير أصعب من واحد أنه له سنة أو سنتين بدين لك خطورة البدينة هيدا شغلة لازم انتبه لها هي بالإشي اللي ممكن تسببها البدينة نحن اللي بيجون عنا على الكلينيك أكتر شي ناس لأنه مش عيجبهم المودال لأنه الميوم مش لابق أو لأنه الجينز ما بقى عم بيفوت ولكن نحن عم نطلع أكتر لشو عم بتسبب هالبدينة بجسم الإنسان شو عم بتشكله خطر على حياته دة بتزيد خطر الموت خطر السرطان يعني كل الدراسات أثبتت أنه النصاحة بتزيد خطر الموت depthفجة بصابات بالسرطان كل أنواع السرطان بالمسببات تبعها بتزيد على الدخان بتزيد على العوامل البقية بتزيد البدينة البدينة بتدخل بكل مسببات السرطانية mine typical أغلبية سرطانية الجسم هذه اللي نحن عم ندويهم هون حيو ندقيهم حال والوقاية منهم هي أول مرحلة هي الوقاية بعض سبل الوقاية اللي بينتهجوها البعض هي حبوب قاطعة الشهية هل هي سليمة؟ في منهم هل أصر فيه أكتر من الحبوب الحبوب يمكن تعدى عليها الزمن هل أصر في الأبر هون عم بيقطعوا فيتامينز وقصص موجودين بالأكل عن الجسم بدي تكون under supervision يعني ما فيه واحد يوصل على الفرماشية يقول له أعطيني حبة بتقطع الشهية أو أعطيني قبرة مناش نعمل دعية أسامة بس فيه قبر هلأ كمان أدوية عم تنعمل كتير هيدا بدي تكون بناءا على وصف الطبيب اختصاصي طبيب غدد بدي يكون عامل الفحوصات قبل يشوف إذا بيسوي يخد هيدا الأدوية مش كل شخص بيسوي عندها مضاعفات عندها أثار جانبية مثل حيالة دواء بدي يكون قبل مارك عند حكيم وعامل الفحوصات قبل ما ياخد هيدا الأدوية وبتنفع ببعض الحالات مش عند كل الناس بتنفع يعني إذا واحد زيده كم كيلو أخدهن لسبب ما خلال كم شهر بياخد حبوب قطع الشهية بيشيلهن بس إذا واحد في عامل وراثة ناصح من هو خلقته أو من هو صغير وعنده مشاكل صحية ما رح تنفع معه لا حبوب قطع الشهية ولا لقبر هون يجب أن يفتش على علاج أكتر جزري بهذا الأمور منهم العمليات أو الوقاية من قبل نعم رسائل المتابعين عم نتلقاها على رقم الواتساب 76611001 رسائل صوتية أو مكتوبة أو اتصالات لتستشير دكتور جهاد بطرس حول البدانة طبعا ضيفنا اختصاصة في جراحة البدانة الجراحة العامة والمنزار الرقم اللي بينتهي بـ 039 عم بيقول فيه دواء معين بتنصح فيه كرمال تقليل الشهية لا ما فيه أنصح بدواء الأول شيء منه اختصاصي هذا اختصاص حكيم غدد وبدأكون مبنى على فحوصات كتير معمولة قبل فحص الغدد فحص الأنسلين أكيد بيشوف الأنسلين عنده بتشوف إذا عنده سكرة ولا لا أدوية القاطعة الشهية اللي موجودة بالسوق منها علمية كتير الأدوية اللي أكتر عم تنجح هي أدوية السكرة اللي بتشتغل بنفس الوقت على الميتابوليزم وبنفس الوقت بتقطع شوي الشهية هذه ممكن تفيد بس كمان قبل بنكون عاملين فحصات للبانكرياس للأنسلين للسكرة للغدد تنشوف إذا بيسموني يخده ولا لا لذا هاك اسم دوا بينفع ما فينا ما بيحقلنا نعطي اسم لأنه كل مريض بيختلف عند تاني ممكن ينفع عند هيدا المريض ما ينفع عند مريض تاني لأنه فحصاته غير نعم نستقبل اتصال مرحبا 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 بقدر بحكي مع الحكيم طبعا تفضل تفضل مرحبا حكيم أهلا تفضل أنا مريض سكري عمري 72 سنة نعم مريض سكري من مدة كبيرة أخدا بالوراة عندي طيب دو نعم طولي 173 وزني هلا 77 نعم ما عندي نصاحة إلا شوي بالبطل بس شوي وبمشي كل يوم بين الستة والعشرة كيلو متر نعم بش هاي دي هالمشكلة البطن سألت كم أخصائي تغذية يعطوني الحال يلي ما نسبني كتير بشو عطيوك انه شي بأنواع الأكل نعم عارف كي ايه هلا أنا صار عندي خبرة لأنه سكري عندي إلي زمان هم تاخد أدوية السكري بردون عم تاخد أدوية السكري عم باخد أدوية السكري بعدني على الحبي أنا ايه نعم بعدني على الحبي من مرتي كبيري يعني بعدني نعم بنصحك إضافة للأمور اللي عم تعملها اللي هي الرياضة لشغلي كتير مهم و الانتباهة للأكل نعم تستشير حكيمتك السكري لأنه صار فيه أدوية جديدة هلا مش أنسلين بس أدوية كتير جديدة و متطورة لعلاج السكري بهيد الحالات اللي بكون فيه ريزيستانس للأنسلين اللي هي النوع الثاني السكري النوع الثاني كتير تقدم و ما بعف إذا إجاز تشاركتهم نعم أنا غيرته بناء أنا للحكيم هو الحكيم يعني أخذني عند أخصائي تغذي و غير لك الدواء غير لي الدواء بس بعدني بالحب يعني أنا بحياتي مش عامل أنسلين ولا شي اي لأ أفضل أكيد المخزون عندي كتير كتير منيح والLDL مثلا 76 و نشكر الله يعني شي المعدل للنصاحة طبعك حسبيا ما أنه عالي يعني أنت ما عندك مشكلة نصاحة وهودي وبعمرك بعتقد رح يكون صعب إذا زعجينك هالكم كيلو اللي موجودين ببطنك بعمر السبعين بس ببطنك صعبة لإيلون حل تقدر تعمل سبور يودي أكتر مننصح فيهم للسبور المركز على هالمنطقة يمكن عمرك هلأ شوي رح تلاقي صعوبة إن كتيرهم بس ما رح يشكلو لك خطر لأنه البي ام اي طبعك منيح و إذا مراجلش سكري عندك المخزون ما رح يشكلو لك خطر الحمد لله شكرا لاتصالك أهلا وسهلا فيك دكتور للمنتسبين إلى النوادة الرياضية هل ممكن استخدام و بيكونوا ببداية يعني مشواره الرياضي نحو النحافة هل الفات بيرنر اللي بيستعملوه كتير من الشباب والصبايا هل هو صحي ليحرقوا أكتر دهون نحنا ما بننصح فيه لا طبيا ما بننصح فيه نحنا بننصح بالوسائل التقليدية شو مفاتره؟ يعني ممكن عم بيعد من المشاكل بالكلاوي أكتر شيء إذا عم نحكي فيه كتير أنواع مع بيكونوا مزبوطين طبيا ما بننصح بهودي الخبار الفات بيرنر اللي بياخدوهن ممكن ننصح شوي بشوية بروتيين زيادة أنواع من الكرياتين أو بروتيين يكون موصوق مع الرياضة بيساعد أكتر طي يحرق الدهون الأنواع الصحية يعني نعم دكتور جهاد بطرس إنت المريض يستدعي دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة للبداني هلأ نحكي شوي شوي تاريخ عن هذه عمليات البدانية عمليات البدانية قديما كانت عمليات خطرة أول ما بلشت عمليات البدانية من 30-40 سنة كانت نعمل عمليات كبيرة تستدعي قاعدة بالمستشفى أسبوع أو أسبوعان مع عمليات ضخمة نشيل قصمة من المعدة أو نحط حلق وخبار بوقتها كانت المعايير غير كنا ننطل واحد يصير كتير ناصح وعنده مشاكل صحية كتير لأنه كل عملية نحنا نطرحها على مريض منحط بميزين قداش خطر العملية مقبل قداش خطر المرض اللي عم نعمل له عملية طول ما أنه الخطر العملية أكبر من المرض أكبر من خطر المرض من ضل ما نعمل العملية مع الوقت بخلالها 30-40 سنة مجال العمليات جراحة البدانية نتطور كتير وصار آمن كتير بتطور المعدة الطبي اللي بنستعملها تطور جراحة المنزار سننا نعمل العملية بالمنزار قبل كنا نعمل جرح من فوق لتحت نقص المعدة هلأ بجرحان صغار نص سنتيم نقدر من نقص المعدة طورت هالعملية تغيرت المعايير سننا نسمح لنعمل عمليات لمرضة قبل ما يفوتوا كتير ببدانة عالية قبل ما يفوتوا بمشاكل صحية سننا بنعملها مثل الوقاية قبل ما يبلش عندهم السكري والضغط هلأ اذا بنا نحكي دراسات شو بتقول كل مريض عنده بم اي او معدل نصاحة فوق الخمسة وثلاثين اذا بيعمل هالعملية الحسابية اللي قلنالكن عنا الوزن مربع الطول بيطلع فوق الخمسة وثلاثين او بين الثلاثين وخمسة وثلاثين اللي هي البدانة درجة اولى بس تترافق مع سكري ضغط او حيالله مشكلة صحية مرتبطة بالنصاحة صارت مبررة انه يروح يعمل عملية لانه العمليات صارت امنة وصارت سهلة والتعافي منها صار سريع وبيفلع المستشفى بنفس الليلة او تاني يوم حسب وضع الصحة لذلك صرنا بنسمح اكتر لمرض اقل يكونوا ناصحين من قبل من عشر سنين انه يعملوا هيدا العملية فيه اشخاص معينين ممنوعين عملهم جراحة بدانة لو هالشي بيستدعي يعني بيكون عندهم اصابة بامراض معينة هالشي هيدا السؤال مني مهم هيدا هالعملية بده بنجة عمومة اذا فيه مشاكل صحية كتير ضخمة ما بتعرض خطر كبير للبنجة العمومة هيدا الناس يابنا نحولون عند اختصاصي يخفف هالمشاكل الصحية متل اي مشاكل اذا عنده ضعف بالقلب بعضلة القلب هيدا اكتر شي ضعف بعضلة القلب او عنده مشكلة سيالين كتير قوية ما بيقدر يحمل عملية ما بيقدر يحمل بنج منحاوله قبل عند اختصاصيين يراجل جوله هيدا الامور اذا تراجل جوله هيدا الامور متل ما قلتلك نحن هون من قيس مخاطر طول ما انه العملية اخطر من المرض بحد زيت وما منعمل عملية اذا قدرنا نخفف هالمخاطر طبع البنج وطبع العملية ساعتا منروح صوب العملية هلا ممكن في ناس ما بيسويلوش انواع من العملية مثلا اذا واحد عنده فتق معدي كتير كبير ما مننصحه يعمل هيدا النوع منفضل نوع تاني من العملية بس هيك انه واحد ما بيسويلو ابدا عملية الا اذا قلتلك اذا عنده مشاكل بالبنج بتعرضو لخطر البنج او عنده مشاكل نفسية ما بتخليه يتقبل بعدين انه هو يقعد بلا اكل لانه فيه ناس بتستدعي قبل استشارة طبيب نفسي نحنا من بس شوفوا بالكلينيك بيخدوا بعطي انا بيبسروا كم سؤال بقدر اعرف اذا هيدا الزرمي ممكن يعمل مشكلة نفسية من بعد ما عمله العملية فيه ناس الاكل عنده لزة الاكل مهمة بحياته لانك اذا لقيت انه هيدا من هيدا النوع بحاولوا عن طبيب نفساني قبل يأكدلي قبل انه بيقدر هيدا الزرمي يعيش بلا هيدا دقيقة عند بعض الناس نحنا منقدر نقفرهم يعني انه هيدا ممكن يتأثر يعمل دبريسيون بعض العملية لانه ما عم بيقدر يأكل او ما عم بيقدر يأكل الاشياء اللي بيحبه كون كمية الاكرة لابد له عمره سبع سنين مثلا ومصاب ببداني نتيجة عامل ويراته نفس النظام يطبق عليه اذا واحد عمره ثلاثين او اربعين هيدا اكتر من نكون متشددين في عمليات تنعمل في عمليات تنعمل للاطفال كمان على البنجة العمومة المشكلة نفسية اكتر عند الولاد لان الولد هيدا العملية هلأ كنا رح نحكي بعد شوي شو الوقاية بعد العملية بنا نعملها هيدا عملية عم نشتغل عم نقص المعدة او عم نعمل عملية على المصران لان في عنا شهر بعد العملية وقاية معينة اكل نوع معين لان اذا ولد ما بتقدر تسيطر عليه لان الاولاد اللي بيكونوا ناصحين هنو صغار في احتمال كبير يكون عندهم مشكلة زهنية كمان اغلبيتهم بيترافقوا مع مشكلة زهنية يعني مع ضعف بالتفكير مع ضعف بالفهم هودا الناس ما بنسترجع نروح دغلين عملهم عمليه قبل ما نبعتهم عند اطباء اختصاصيين للاطفال اطباء نفسيين اختصاصيين للاطفال يعملونهم علاج يجربوا معهم الرجيم قبل العملية الاشي اللي لازم يكلوها بعد العملية لانه اذا انت عامل عملية لولد وقلت له ممنوع تاكل اشيه اسية اول جمعتين راح فتح البراد غفل اهله فتح البراد اكل شي اسية ممكن ينزع العملية ويعمل مضاعفات العملية يعمل التهابات نزيف بتأثر على حياته لانه قبل بنا نكون شايفين حكيم اختصاصي انتعمه وقبل على ستة شهر شاغل عليه نفسيا ومحضر وشو عنده شو ناطره بعد العملية ومتأكد انه راح يقدر يلتزم بالتعليمات بعد العملية بس يقلنا اوكي هيدا المريد هيدا الولد او البنت بقدر اكفلك انه بعد شهر من العملية راح تلتزم بكل شي انت بتعطيه ساعتها انا ممكن روح لعمرية لذا وضع دقيق عند الولاد اكتر من عند بعض ال 15-16 سنة الامتى بيكون الوضع خطير على الفئات العمرية اللي فوق ال 50-60 لفوق ال 65 اكيد عم نحكي كعمر بس اذا بنا نحكي عمل العمر بس هو فوق ال 65 في ايام واحد بكون عمره 40 سنة اخطر من ال 65 او بكون عنده مشاكل صحية تانية عمل جرحة عنده عمل جلطة قبل براسه عنده مشاكل سيلين بس اذا عم بحكي كعمر بس نحنا فوق ال 65 منبلش ناخد حذرنا اكتر ونطلب بفحوصات زيادة ونتأكد انه بيحمل بنش بينما اذا كان ممكن يكون اصغر وعنده مشاكل صحية تانية كمان هيدا بنا نخده بعان الاعتبار بس عمل العمر واحده فوق ال 65 هو بدائرة الخطر اكتر نعم راح نرجع دكتور اكيد لنتابع مع بعض العملية كيف لازم نتوقع بس بدروح شوي لأسئلة المتابعين كتار امامي الرقم بينتهي 241 عم بقول فيه علاج معين للشخص الاوباز شخص الاوباز يعني ما بعرف شو قصده هو شخص البدي بس يمكن هون قصده اصير واوباز كتير يعني ناصح كتير لا اكيد كل هاي العمليات معمولة قبل كانت بس للناصحين كتير هلا صنا نعملها شوية للناصحين كل حالة بحالتها نحنا بندرس شو فيه مشاكل صحيتين لانه في عدة كنا راح نحكي يمكن عن انواع الجراحات الموجودة كل حالة بتستدعي نوع معين العمليات مشكل واحد بيسويله حيالة عملية في ناس بيسويله تصغير المعدة اللي هو التكميم في ناس بيسويله تحويل المصران او البايباس حسب قداش معدل النصحة حسب شوف عنده امراض تانية حسب اذا عنده مشاكل بالمعدة ولا لا مشاكل بالمصرين في كل حالة بحالتها مندرسها ومننصح المريض انه انت احسن لك تعمل تكميم او انت سليف يعني او انت احسن لك تعمل بايباس لانه عندك هالمشاكل وفي ناس بيسويله اثنان منتناقش نحن ويهون وبيختاروا عملية من العملية رقم بينتهى ب 479 انا زوجة عنده سكره بيأكل كل شي وما بيمشي شو لازم نعمل ما بيقبل حدا يقل له ما تاكل شوف نفسانة اذا ناصح اذا ناصح فينا نساعده بعملية اذا كان بيسويله بس اكتر من هك بده يشوف اذا انا عمرته اذا دورك مدام بروح للفويسز رقم بينتهى ب 300 رقم بينتهى ب 300 مش مسموع الصوت فوق رقم 300 رقم بينتهى ب 0 29 رح اسمع الفويس وهو وزنه 85 وطوله 160 متر وستين مرحبا 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 انا مريض سكره عمري 56 سنة بيأخذ حبتان سكره 850 كولوفاج مرحبا 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 وعندي تعب وعندي نعاس كتير ماذا ينصحني الدكتور لو سمحت مرحبا مزبوط وزنه 85 وطوله متر وستين دقيل عمري 65 نعم بالنسبةى لوزنه وطوله 85 عمري وزنه 65 يعني هي بتدخل ضمن الناس اللي بيحقلهم بعملية اذا عندها سكر وهلأ مثل ما بيحسبهم انا 85 عمري 65 يمكن البي ام اي بيطلع تبعه 33 34 مش غلط تستشير اختصاصي جراحة بمختصص بالجراحة البدانية ممكن هي تفيدة كتير نعم ممكن الناس عم بيجي من ورا النصاحة من ورا السكره بيعمل هيدي العوارض او فقر دم معقول وبيعمل فقر دم حتى النصاحة بتعمل فقر دم رقم بينتهي ب 734 فويس بدي عزبك مونجور كيف هذا الدواء بيضع عفشي يلا رح فرجي الدواء للدكتور لا هيدا مثل هيدا في قلبه مثل الجلوكوفاج هيدا بيشتغل شوي على الميتابوليز بيخفف الأنسيرين ممكن يضعف شوي بس هيدا بيعطول السكر وممكن يضعف شوي بس ما بيستعمل بس للتضعيف نعم هلأ ما تشوفيه أوزين وطول قد ما بدك وزنة 98 وطولة متر وثلاثة وسبعين ما قدرت أحسب الوزن بالنسبة للطول إذا فيهي عيد الدكتور أنا وزنة 98 وطولة متر وثلاثة وسبعين الآن الدكتور عم بيعمل لك الحساب ضغر على 33 يعني بدانة درجة أولى إذا ما معها مشاكل صحية بعدك ضمن البدانة اللي بتنحل بالأمور الطبيعية اللي هي الرجيم انتباه للنظام الغذائي إلا إذا في مشاكل صحية تانية مرتبطة بالبدانة مثل السكري مثل ما حكينا بالأول ممكن تفوت ضمن نطاق العملية ممكن تستفيد العملية نعم رقم بينتهي ب699 بيقول إنه دكتور العملية مكلفة شوي بلبنان هيدا الإبرة منيحة إن أعملها إذا عامل رسور وضغط هيدا هي الإبرة ساكساندا هيدا الإبرة اللي هلأ حكينا عنا شوي بتساعد أكيد طي يضعف واحد إذا زيده إذا البي أم آي طبعه بعد وواطي يعني بين الثلاثين والخمسة وثلاثين ومعندوش مشاكل صحية ومعن بيقدر يضعف بس بالرجيم الأكل هيدا الإبرة معمولة لهيدا الفئة من الناس بس إذا في نصاحة عالية أو مشاكل صحية كبيرة مرتبطة بالنصاحة ما رح تحل أمور كتير هيدا الإبرة ومع الوقت رح تصير كلفة قد العملية يعني لأنه هي بدأت تتخذ على وقت طويل إذا واحد بده يضعف كتير ومنا رخيصة يعني بالأخر إذا بتحسبونا إذا بتخذها السنة بيطلع أقد عملية بيطلع أقد عملية رقم ينتهي بـ 843 عمر 53 طولي متر وثمانين وزني 68 كيلو في شي دوا بيزيد الوزن أو طريقة معينة سكري على الأبد عندك بدأ تزيد الوزن؟ تاكل دور لا تاكل سكر حسنا بدأي أسأل الدكتور شو رأيه بالكيتو دايت رقم بنتهي بـ 970 صراحة يمكن هذا السؤال ما بيدخل ضمن النطاق نحن نحكي شوية أنا جراح جراح في أنواع دايت كتير بسمع فيهم أنا بسمعهم كما بسمعهم هالناس بشوفهم على التيك توك وخبار إذا في شي أسئلة تكون أكتر عن الجراحة نحكي شوية عن الجراحة بهالوقت شوية العالم تستفيد اللي حب تعرف عن الجراحة يستفيدوا من اختصاصي أكتر من أنواع من الأدوية وكذا فيه فرق بين الجراحة وشفت الدهون ايه أكيد الجراحة نحنا اللي بنعملها جراحة البدانة هي مشتغل على المعدة أو على المصران تنخفف كمية الكالوري اللي إنسان عم بيخدها كرميل يقدر يضعف بينما شفت الدهون هي نوع من نحت بيختلفوا كليا وفي كتير عالم بفكرون نفس الشي بيجينا عنا ناس عم تستشيرنا كرميل شفت دهون بيكون وزنا 130-140 كيلو ما بيضعف شفت الدهون إذا واحد ضعيف عنده بعض الدهون مترقبة بمحلات منع عاجبته بيروح بيشفتهم ولكن شفت الدهون يما عملية بالضعف شفت الدهون بتشيل الدهن اللي تحت الجلد بمناطق معينة بينما العمليات اللي نحن نعملها بتشيل الدهن من كل الجسم الدهن اللي ممنشوفه، اللي هو الدهن اللي حكينا عنه عالكبد عالجهز الهضمة عالقلب عالشرين هي أهم بكتير من الدهن اللي متواجهت تحت الجلد بس إن عمل جراحة البدانة يعني كل النصاحة بالجسم تضعف يعني غير البطن مثلا إذا الإجران أو الإيدان كله يضعف كل الدهن وما كان كل شيء دهن وما يزايد بيروح بالجسم أو أغلبيته من كل أعضاء الجسم لذلك هي مهمة عند الناصحين بدنا كتير ننتبه لشغلة أنه عملية شفط الدهون هي عملية تجميلية مثل نحت للجسم مطارح مش عجبنا منزبطهم بس من عملية بتعالج البدانة أبدا ولا بتصحح من ولا مشكلة للبدانة دكتور في مفهوم أكيد بتشركني الرأي أنه مفهوم خاطئ عند كتار من الناس أنه لما يعمنوا جراحة للبدانة بقولوا خلص انتهينا من البدانة وصار فينا نحلق شو ما بدنا ناكل نحلق بهالبراد نحلق بالعشوات بالغدوات ناكل الأكل الفات بزرات معالي معجنات اللي بدنا يجيه هل صحيح بعد جراحة البدانة فينا نرجع لحياة طبيعية نتناول فيها شو ما بدنا من أنواع الطعام أنا رح أفوت بالموضوع أصمه لأصمين مهمين المرادة نوعين في المرادة اللي بيكون عندهم مشاكل النصاحة جينيا مرتبطة بالجينيتكس هاودي كتير رح يتعذبوا طي يضعفوا وإذا عملوا عملية رح يضعفوا بس كمان رح يتعذبوا طي يحافظوا على هذا لأنه جسمهم بيحب النصاحة وفي ناس بينصحوا لفترة لسبب معين أخذوا دواء أو لفترة بحياتهم بس إنه دباز ضعاف هاودي بيضعفوا بواد العملية وبتكون حياتهم أهيا بعدين إنه يحافظوا على الضعف اللي ضعفوا بس اللي أكيد إنه بولا حالة من الحالتان فينا نرجع نعيش متل ما كنا قبل ونتمنى نتيجة مختلفة يعني أنا إذا كنت عيش متل ما كنت عيش قبل بدي أوصل لنتيجة هي زيتا لأنه بدرجة أنصح العملية في إلا شهر عسل هو سنتان هنيمون يعني هاي سنتان واحد ممكن شو ما عمل يضل يضعف بس بعد سنتان تبلش تفقد من فعاليتها بيبلش الميتابوليز تبعى الجسم لأنه العملية بتعلي الميتابوليزم وبتخفف شهية بعد وقت من العملية بترجع الشهية وبيرجع بيوتر الميتابوليزم لأنه الجسم ضعف يعني بعد سنتان بنرجع نانتبه بعد سنتان بنرجع نعمل نتعود على نظام غذائي الصحي نعمل سبور يمكن بصير أهيا نشيل 4-5 كيلو أنا بقلهم لمرضايا إنه إذا زيت 50 كيلو صعبين علىك بعد العملية إذا نصحت 5 كيلو بتعمل رجيم بتشيله بس تتشيل 50 كيلو صعبة بس أكيد في نزاق ونعمل دراسات على الشغلة إنه لما الحكيم يشرح للمريض هالشي قبل العملية عم نوصل لنتيجة أحسن لأنه عم بيكون المريض واعي إنه أنا ماني عم بعمل عملية سحر إنه أنا شو ما عملت رح ضل ضعيف بس تنبه المريض على هالشغلة قبل العملية عم بياخد النتيجة أحسن لأنه عم بينطلق بعض العملية بمفهوم إنه أنا ممكن أرجع أنصح لازم ضل عطول منتبه لازم غير اللايف ستايل طبعي لازم أعمل سبور نحن انتهى وقتنا بس خليني بس مرق سؤال واحد البدانة عند النساء أو الرجال يعني هي نفسها النظام يطبق على اتنين على اتنين هي زيتا خطورة العملية أو عدم خطورتها عند النساء نفس الرجال هي زيتا هي زيتا ما مرتبطة بالجندر وأكثر هي مرتبطة بالأمراض المرفقة بالعملية بالنصاحة قداش بشكله خطر على العملية ولا لا أتمنى نبقى بنرجع بنعمل حلقة تانية نتخصصها أكثر للجراحات شو أنواعة شو مخاطرة شو سبل وقية بعد لهايدا يمكن اليوم حكينا شوية عموميات عن النصاحة بس لازم نعمل حلقة نخصص أكثر جميلاً أمن الجراحات أمن كتير أمن كتير أمن إذا عملت عند حكمة متخصصة وبمعدة الطبية منيحة مثل أنت أفضال لك في كتير هنا للناس أهلاً وسهلاً فيك الاختصاصة في الجراحة العامة والمنظار والبدينة دكتور جهاد بوتروس أنا بشكركم وبشكر الإزاعة استضافتها وبشكر المشاهدين والمستمعين وقتاً من أهل البيت أهلاً وسهلاً فيك مشاهدين ومستمعيننا بتنتهي حلقة كلينيك لليوم تبقى التحية مننا أنا طوني هيكل وفريق العمل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر